الاهلي حاليا لسه بيفاود روي فيتوريا على الراتب ومتوقع ان بكرا يحصل اجتماع مع اللجنة اللي قلتلكم عليها اللي فيها الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي والكابتن امير توفيق اجتماع اونلاين مع روي فيتوريا اللي طلباته المادية عالية شويتين عالية شويتين لكن الاهلي بيحاول انه ينزل ده والاهلي بيحاول يعتمد على ان الرجل دلوقتي ممكن تكون الوفرز اللي كانت موجودة مش موجودة بنفس الكثافة وبالتالي هو كمان كمعايير ملائم اوي للي الاهلي عايزه فبكرا ممكن يحصل تقريب لوجهات النظر وفي اقتناع كبير جدا بهذا الرجل البرتغالي لكن في اسماء تانية موجودة ضمن السيارة الذاتية اللي بتدرس واللي هتحاول تتصفى لحد ما توصل لثلاثة اربعة يعني وهي جرسية فاكرين رودي جرسية اللي في النص ده رودي جرسية ده مدرب فرنسي وكان بيدرب مارسيليا وكان بيدرب روما كمان ومدرب من المدربين من المدربين التقال والبلجيكي يانيك فريرة ده كان درب اندرلاخت شوية على مستوى الشباب وكان درب الفتح السعودي في المملكة العربية السعودية تعالى نستعرض اسماء او السيارة الذاتية للثلاثي المعروض او اللي بيفكر فيه الاهلي ولكن ده لا يعني ان واحد يوم هو المدير الفني المقبل ان كل شوية بتطلع اسماء بتقترب اسماء وتبتعد اسماء اخرى حتى الاستقرار على اسم المدير الفني تعالى نستعرض بداية مع الاقرب حتى الان روي بيتوريا هو صاحب 52 سنة بدأ مسرته التدريبية مع فريق بورتغالي اسمه بيلا فرانك يانسكي سنة 2002 تولى تدريب باكوس فريرة فيتوريا جيمارايش بن فيكا حيث صنع مجده النصر السعودي واسبارتك موسكو حيث رحل قبل اشهر قليلة توج بثماني بطولات ابرزها الدوري والسوبر السعودي الدوري البرتغالي مرتين بلعب بطريقة 4-2-3-1 التاني رودي جارسية صاحب 58 سنة طريقة لعبه 4-3-3 بدأ مسرته التدريبية مع كورييل اسونيس الفرنسي 96 تولى التدريب لساند اتيان ديجون ليل مارسي اوليمبيك ليون وروما الايطالي يعني اغلب رحلاته كانت في فرنسا حيث موطنه توجب الدوري والكأس معاليل الفرنسي 2010 و2011 هو اللي طلع ايدن هازارد انا افتكر ايدن هازارد برضو هو اللي طلع من تحت ايدجارسية الاخر هو يانيك فريرا بلجيكي الجنسية 41 سنة 4-2-3-1 طريقته المفضلة بدأ مسرته التدريبية مع الشباب في اندرلاخت البلجيكي 2004 تولى تدريب فرق في بلجيكا ايضا زي شارلوروة وسينت ترويدنس وستاندرد ليج وميخيلين وبرضو فاسلاند بيفيرين ودرب في السعودية الفتح والشباب توجب الدوري السعودي مع الشباب وتوجب بكأس بلجيكا مع ستاندرد ليج البلجيكي طبعا دي اسماء المرشحين حتى الان في الاهلي نبدأ